السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بجميع المشاهدين من متابع القناة وكمان لأول مرة يشوفونا والأتمنى أنهم يشتركوا الآن عشان يتابعونا في كل جديد معاكم هاني ناجي قناة هاني تيوب فيديو النهاردة عن تخفيض جديد من تخفيضات أسعار السيارات بعد انطلاق قطار التخفيضات من أكتر من أسبوع فات عقب فترة من ثبات الأسعار وتوقف الحركة في السوق والسيارة اللي حصلت على تخفيض النهاردة هي السيارة هايونداي الكورية المنشأ وبلد تجميعها الهند وده بعد إعلان الوكيل غبور عن تخفيضات لأسعار سيارات هايونداي المحلية التجميع وإيلانترا الكورية الصنع وكده تخفيضات غبور بتتوسع لتشمل كافة سيارات السيدان في الفئات الاقتصادية للتفاصيل خليكم معنا لنهاية الفيديو تتوفر السيارة هايونداي اكسينت اتش سي اي عشرين عشرين في مصر بخمس نسخ أو فئات باختلاف وسائل الأمان والأوبشنز الفئة الأولى وتسمى جي أل والفئة التانية وتسمى جي أل اس آر ومنصحش بالفئتين دول لعدم موجود وسائل أمان والفئة التالتة وتسمى جي أل اس آر اي بي اس والفئة الرابعة الهاي لاين والفئة الخمسة وتسمى هايونداي اكسينت اتش سي اي اي اكس كلوسف والعربية بتيجي في كل الفئات بمحرك أربعة سلندر ساعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة في تيس أوتوماتيك من أربع سرعات في منظومة جرب العجلات الأمامة بتدينا قوة 125 حصان عند عدد لفات موتور 6300 لفة في الدقيقة وأقصى عزمة دوران 156 نيوتن متر عند 4200 لفة في الدقيقة وقدر التسارع من السبات حتى 100 كيلو متر في الساعة في 11.2 من 10 سنة وأقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود حسب الرقم الرسمي 6.6 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر وهينداي اكسينت اتش سي اي بتيجي بطول 4 متر 37 سنتي والعرض بدون الميريات 1 متر و70 سنتي والارتفاع 1 متر 45 سنتي و7 ميلي وطول قاعدة العجلات 2 متر 57 سنتي والخلوص الأرضي قد نرتفع للسيارة عن الأرض 14 سنتي 7 ميلي وزن السيارة فارغة 1150 كيلو جرام مع حجم شنطة خلفية 389 لتر أما بالنسبة للتخفيضات في الأسعار فقد أعلن الوكيل جي بي اوتو غبور عن تخفيض بقيمة 10 تلاف جنيه على كل فئات السيارة الخمسة كما يلي الفئة الأولى جي ال كان سعرها قبل التخفيض 272 900 جنيه والفئة الرابعة الهاي لاين أصبح سعرها الرسمي الحالي بعد التخفيض 302 900 جنيه بدلا من السعر السابق 312 900 أما الفئة الخمسة إكسكلوسف فكان سعرها السابق 339 900 وأصبح سعرها الجديد الحالي بعد التخفيض 329 900 جنيه وبالنسبة الرأي في التخفيضات دي فأرى أنها غير مرضية ولكنها بداية للتخفيض فلازم التريس قليلا قبل الشراء لتوقعات كتير بمفاجآت وتخفيضات أخرى للأسعار قريبة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي أتمنى أنه يكون عجبكم فما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو في كل مكان عشان تعوم الفايدة وإذا كنت لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك الآن وتضغط على سبسكرايب تحت الفيديو وتفعل جرس التنبيهات وتضغط على الكل اللي هو أول جرس من فوق عشان يجي لك إشعار بكل جديد من فيديوهاتنا أول بأول في حين إصدارها كان معكم هاني ناجي وإلى لقاء في فيديو جديد مع هاني تيوب دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة